اشتركوا في القناة الورشة التعريفية لمشروع الهيئة مع صندوق المناخ الاخضر تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في مملكة البحرين ونظمت هذه الورشة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة بهدف مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة اهمها بناء النماذج المختلفة لتغير المناخ وتأثيره على قطاع المياه وفي مستهل كلمته ثمن سعادة السيد ناصر السويدي الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز التعاون من اجل تنفيذ عدد من المشاريع البيئية التي تتماشى مع برنامج الحكومة مشيرا الى همية هذا المشروع الذي ارتبط بشكل مباشر مع هداف التنمية وقال سعادة السيد ناصر ان قضية تغير المناخ باتت من القضايا الحيوية المرتبطة بالصناعة النفطية مما يؤكد على همية العمل بشكل جاد للمحافظة على البيئة المناخية عبر تنفيذ عدد من المشاريع الصديقة للبيئة ومن ضمنها مشروع الهيئة في هذا الخصوص الذي جاء لتقليل الاثار السلبية البيئية والتصدي للعديد من التحديات العالمية في هذا الشأن حيث يتكون المشروع من سبع مبادرات رئيسة تهدف الى تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في مملكة البحرين كما تحدث السيد ايمن شصلي عضو مجلس ادارة الصندوق ورئيس المجموعة العربية التفاوضية لتغير المناخ عن اهمية هذا المشروع بالنسبة لمملكة البحرين والمنطقة مثمنا عاليا حصول مملكة البحرين تحت الادارة الحكيمة لمعالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط على موافقة واعتماد مجلس ادارة الصندوق الاخضر على تمويل المشاريع البيئية في مملكة البحرين التي تعتبر من الدول المنتجة لنفط فاتحين بذلك المجال امام باقي الدول الاستفادة من تمويل المشاريع البيئية الجدير بالذكر ان مملكة البحرين تعتبر الدولة الاولى في المنطقة التي استطاعت استقطاب عقد الاجتماع الواحد والعشرين لصندوق تغير المناخ الاخضر الذي تأسس في المؤتمر السادس عشر في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ عام الفين وعشرة الشراكة التي قامت بها ومثلت بالهيئة الوطنية للنفط والغاز مع صندوق المناخ الاخضر يشكل نقلة نوعية في جهود مملكة البحرين لمواجهة تغير المناخ هذه الشراكة التي تعتبر الاولى من نوعها خاصة ان مملكة البحرين دولة جزرية صغيرة ومنتجة للنفط في ذات الوقت استطاعت ان تحظى بهذه الشراكة هذا المشروع يضيف لجهود المملكة من خلال الشراكة متعددة اطراف مع صندوق المناخ الاخضر ومكتب الامم المتحدة البيئة التي تحتضنها البحرين ونحن في وزاعة الخارجية بطبيعة الحال نشجع هذا التعاون متعدد الاطراف ولاسيما مع هذه المنظمات الدولية هذه الورشة الهامة للتعريف بتأثير تغير المناخ على المياه الجوفية والتي تكلموا فيها عن اهمية بناء قواعد بيانات وكذلك التوعية بالنسبة لهذا الموضوع المهم وما هو المبادرات التي ستكون موجودة للتقليل من هذا التأثير ترجمة نانسي قنقر